أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم أحييكم مشاهدين الكرام بتحية أهل الإسلام تحية أهل الجنة فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عدد جديد من برنامج رجال حول الرسول معكم دائما أنا عبد الله ورفقة الصبيان ساجد عبد الوكيل عبد الرحمن وكذلك ياسر حمداً لمن بيده زمام الأمور يصرفها على النحو الذي يريده فهو الفعال لما يريد إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون سبحانه قد برئ كلامه من لغض وحرف وتقدست أسماءه وجلت صفاته وكانت أفعاله عيون الحكمة وصلاة وسلاماً على النبي العربي الأمي أفصح من نطغ بالضاد محمد وآله وصحبه ومن اقتدى بهداهم واتبع هديهم أما بعد عندما بعثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى البصرة ليكون أميرها وواليها جمع أهلها وقام فيهم خطيباً فقال إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد بعثني إليكم وعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم وأنظف لكم طرقاتكم وغشي الناس من العجب والدهشة ما غشيهم فإنهم لا يفهمون كيف أن من واجبات الأمير أو الوالي تثقيف الناس وتفقيهاهم في دينهم أما أن يكون من واجباته تنظيف طرقاتهم فذاك شيء جديد عليهم بل شيء مثير وعجيب فمن هذا الوالي الذي قال عنه الحسن رضي الله عنه ما أتى البصرة راكب خير لأهلها منه رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه عبد الله بن قيس المكنى بأبي موسى الأشعري غادر بلاده ووطنه الأصلية اليمن قادما إلى مكة فورا سماعه برسول يهتف بالتوحيد يأمر بمكارم الأخلاق ويدعو إلى الله على بصيره وفي مكة جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقى عنه الهدى واليقين وقد أخذ رضي الله عنه مكانه العالي والدائم بين المسلمين والمؤمنين هذا المكان الذي قدر لهم أن يكونوا صحابة الله عفوا أن يكونوا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلامذته وأن يكونوا حملة الإسلام إلى الدنيا في كل عصورها ودهورها أبو موسى مزيج عجيب من صفات عظيمة فهو مقاتل جسور ومناضل صلب إذا اضطر لقتال وهو مسالم وديع طيب إلى أقصى غايات الطيبة والوداعة ذكي حصيف فقيه يجيد تصويف فهمه إلى مغاليق الأمور ويتألق في الإفتاء والقضاء حتى قيل قضاة هذه الأمة أربعة عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابث وهو مع هذا صاحب فطرة سليمة من خدعه في الله خدع له كان عظيم الولاء لمسؤولياته كبير الثقة بالناس لو أردنا أن نتخذ من واقع حياته شعارا لكفتنا هذه العبارة الإخلاص وليكن ما يكون في مواطن الجهاد كان أبو موسى رضي الله عنه يحمل مسؤولياته في استبسال مجيد حتى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الفوارس أبو موسى غير أن هذا المقاتل شديد المراس لم يكن يغادر أرض المعركة حتى يتحول إلى بكاء وديع أواب أواب وديع كالعصفور يقرأ القرآن بصوت يهز أعماق من يسمعه حتى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يراه حتى يدعوه إلى أن يتلو عليه كتاب الله قائلا شوقنا إلى ربنا يا أبا موسى كان رضي الله عنه موضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه وموضع ثقة خلفائه وأصحابهم وحبهم وله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أمر اليمن مع معاذ بن جبل وبعد وفاته عاد أبو موسى إلى المدينة ليحمل مسؤولياته في القتال الكبير ضد الفرس والروم وله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب البصرة وولاه الكوفة كان رضي الله عنه من أهل القرآن حفظا وفهما وعملا ومن كلماته المضيئة عن القرآن اتبعوا القرآن ولا تطمعوا في أن يتبعكم القرآن كان من أهل العبادة المثابرين في الأيام القائضة التي كاد حرها أن يزهق الأنفاس كان رضي الله عنه يلقاها لقاء مشتاق حتى يصومها قائلا لعل حر الهواجر يكوننا ريا يوم القيامة في يوم رق جاءه أجله وكست محياه إشراقة من يرجو ثواب الله ورحمته وكان آخر لحظات أجله كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وقد كان يقولها في حياته رحم الله أبا موسى الأشعري مشاهدين الكرام هذه هي سيرة أبي موسى الأشعري أرجو منكم الاستفادة منها موسيقى رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد احكي لنا عن أبي موسى الأشعري كان صحابي الجليل أبي موسى الأشعري فقيها وحصيفا وذكيا يجيد تصويب فهمه إلى مغاليق الأمور ويتألق في الإفتاء والقضاء حتى قيل وذات هذه الأمة أربعة عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت رضي الله عنه عبد الوكيل ما هي صفات الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري مزيد عجيب من صفات عظيم فهو مقاتل جسر ومناظم صلب إذا اضطر للقتال وهو مسالم وطيب وديع إلى أقصى غايات طبول وداع عبد الرحمن كيف كانت ردة فعل الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري بعد سماعه بالرسول صلى الله عليه وسلم غادر أبو موسى الأشعري بلده ووطنه الأصلية متجها إلى مكة فور سماعه بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي يهتف بالتوحيد ويدعو إلى الله على بصيره ويأمر بمكارم الأخلاق ياسر هذا الصحابي الجليل لم يكن يغادر أرض المعركة حتى يتحول إلى أمانه لم يكن الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري يغادر أرض المعركة حتى يتحول إلى أوب بكاء وذيع كالغصفور يقرأ القرآن بصوت يهز أعماق من يسمعها حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود أصبت وأصبتم جميعا شكرا لكم اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ما ضن فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء لهمومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا كفيته ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا عنا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعاقبه اللهم اجعلنا نتبع الصحابة ونحذو حذوهم ونتخلق بأخلاقهم ونسأل الله أن يجمعنا معهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته آمين مشاهدين الكرام بهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم لنضرب لكم موعدا غدا بحول الله ونحن في شهر رمضان نسأل اللهم تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا صحف طركم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة